على كل مسلم له بقية من الإسلام له شيء مصير له قدر من التفكير للعواضح له احترام بدينه رحمة بأمته حس إنساني كريم فهم وتقدير لتوابط الإسلام ومقراراته اعتقاد للغربة الدني المسلم أن ينرى في وجه التفنى أي يقول كلمة نصحاً مقرمة نصحاً بمروشيها وأصحاب الفكر التفكيري والتوجب الإرهابي الإباحي لدمار المسمين أي يرجو لكل جهد ممكن أي يقارنة ومجة الحق الزاحفة أي يقرى خطلة ومراحلة بالحج من مدوار الشرور الطائفة القتال الذي ينادى قوم على حسن أي يسيرون نقوم ذائعاً أيها المسلمون للغير من كل المبادئ على نباهة معظم بأن هناك جاهلة ومن له فهم المغلوق بمدهره والإسلام وهناك معقد وهناك حاطلة وعدونا للأمة كل الأمة ومستفيداً من فرقتها وموظفاً لتمزيك وحدتها ومجدداً من نفسه ومجدداً من نفسه ومجدداً من غيره أو مجدداً من غيره ومطية بسياسة دنيوية منحركة أو تخطيط متآمل على الأمة منطمساً من الضرب منظركاً من ربم الجامحة في القضاء عليها وتنصموا للإسلام وكل الأولاك يشتركون في جريمة إشعار المكثنة وتغرية الشرور الطائفي والتحضير لحالة الانفجار المدهنم وعما حدثت المسر من اكتحان بيته من بلوت المسلمين من أتباع آية رسول الله في الوظاهر عليه وقاله وأخذني أولاعة من من فيه في بلزارة النشعة معه إلا جاية الجهلات وضرب للبيع الإسلامية والأحكام الشرية لعبد الحادث وجريدة النقرات تحتكب لها الأحارة وبصورة تزلزل الضمير وبصورة تزلزل الضمير الإنساني وتمثل احتقارا شميعا للإنسانية وهل يمكن أن يقبل من حقوق اليسر؟ ومن أي مؤسسة وجهة مسؤولة هناك أن تتعامل بسؤولة مع هذا المدوار السافر والجريمة النقرات والفوض العالمة؟ هذا لا يقبل من هذه ولا يقبل منها على خط السياسة العالمة مأساة هزم وألوان من التعديات وتعقيل إنشاء ومنع لإعادة البلاد ومحارف الإسطلاة في مساجن محظمة ثابتة المسجدية قبل زمن طويل وقد صار هذا كله ورقة من صناعة السياسة القادمة وقد صار هذا كله من صناعة ورقة وهي من صناعة السياسة الدائلة وقد صار موظفاً باستثمار هذه ورقة على يدها لإثارة الجروح الطالحية ومحاولة تعالف إذنها ورقة رابحة لما ترى فتستهدفه بتكيزها على مساجن طريقة على مساجن طريقة محددة وبقي هذا منذ متأم استقلاً وسيلة عملية قائمة ومحاولة بحق الآن مصروا عليها الأصل ومسجد ثابت لنسجدية تنقوا عليه عشرات السنين وأكثر من ذلك ثم يهدم غنّاً وتمنا معادة عنها فتعقل الصلاة فيها ويرفق الجنب والسلاح في طريقنا يميز أداء من طريقة على أرض الشارع لا تنقصه الدلالة على المسجد الثالث والإسلام وإهالاته وعيّو مسلم يسأل السقوط على اللعب موثيل الإسلام والمساجين ما جرى الأسبوع من الصدق لننع الثالث على أرض النسجي أبي دفن وإدراف والمهزمية لأكثر من مرة بقوة الجندي والسلاح ودخول عناصر أفراد العملية غير قوة الأمن الرسمية يحمل دلالتين معاً المعادات للأساجد وهي معادات للإسلام دائماً من الحدوثة واستهداف إحداث الدفنة الضارثة وعلى المسجدين من كل المداد أن لا ينسوا إسلاف امتئات الماضي وقوةهم الإسلامية ولا يحققوا لأحد من هدف الفرقة وإن يكون موجوداً لنارها ويبقى في المولوع السؤال ويبقى في المولوع السؤال طرد طرق أمني مشدد وإقامة إقراضة مكفتة على نسجد يبي دفن لحماية نسجدية ومداسة كما يبقى وعندما يعمل به من نجس ويبقى على يد وثمين تقاطب من قوله فيه جهاز الأعمال المعقبة المنافية لمكان المسجدين وكانت كذلك وكان شجرة استشكورة لأن هذا كله لمن المسجدين الموحلين للصلاة فيه وللنمجد بهذه وإعماره واستبداله إلى أعليقة المعادة الطبع المنطقة إنه الملكة والملكة والصريحة والصالحة ترجمة نانسي قنقر